بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في الحلقة التالتة من كورس تعليم الاكسل للمبتدئين. ان شاء الله في حلقة النهاردة الحلقة المهمة جدا واللي كتير منكم منتظرها وهي الحلقة الخاصة بتعليم المعادلات او الدوال الخاصة ببرنامج الاكسل. في حلقة النهاردة هنتعلم جميع انواع الدوال اللي ممكن نحتاجها في حياتك اليومية على برنامج الاكسل علشان تشتغل على برنامج الاكسل بشكل احترافي. هنتعلم الدوال السهلة والبسيطة وكمان الدوال الاحترافية سواء دوال البحث او الدوال الشرطية او دوال الجامعة الشرطية وكمان الدوال الديناميكية حلقة مفيدة جدا لو انت مش متابعنا من بداية الكورس الحلقتين الاولى والتانية فيهم حاجات مفيدة وشيقة جدا لو انت محتاج تتعلم مهارات داخل برنامج الاكسل لو انت اول مرة اتبعنا اهلا بيك في الحلقة التالتة الخاصة بتعليم المعادلات على برنامج الاكسل. يلا بينا نعرف ايه هي اهم معادلات موجودة معنا النهاردة في كورس تعليم الاكسل للمجتدئين. اهلا بيكم مرة تانية. لو انت اول مرة تزور القناة اشترك معنا وفعل الجرس على كل الاشعارات علشان توصلك لفديوهات الجديدة وقت تحميلها على طول ان شاء الله. ولو عجبك الفيديو دوس لايك ولو فيه اي سؤال اكتبه في تعليقات. ولو انت مشترك معنا من قبل كده اهلا بيك مرة تانية. وطبعا زي ما احنا عارفين هنبتدي بالدوال البسيطة سواء دوال الجمع او الدوال العد او الدوال المهارية البسيطة اللي موجودة على برنامج الاكسل. بعد كده هندخل واحدة واحدة في الدوال المهمة واللي بتحتاج اكتر من خطوة علشان تنفسها. اول حاجة هنستخدمها او اول دلة هنستخدمها النهاردة وهي الدلة صن. والدلة دي وظيفتها ان هي بتجمع بيانات داخل خلايا معينة بدون اي شروط. يعني بمجرد ان انا احدد المنطقة اللي فيها الارقام. الدلة تلقائيا بتجمع الارقام اللي فيها. سواء هتجمع خلية خلية او تجمع مجموعة خلايا مع بعض داخل الدلة مرة واحدة. يعني ليها اكتر من طريقة الدلة دي عشان ننفذها. هنكتب يساوي ونكتب اس يو. هنلاقي دوال الصم الكتير ازهرت معنا. هنحتاج حاليا الدلة البسيطة وهي الصم. كل اللي انا هعمله ان انا احدد المنطقة اللي فيها الارقام اللي محتاج اجمعها واقفل الكوس ودوس على انتر. بطريقة سهلة وبسيطة جدا الدلة اتجمعت كل الارقام. ولو كانت الارقام اللي هنا متغيرة هنلاحظ ان الرقم بيتغير في الخلية اللي فيها المعادلة بشكل تلقائي. طيب هل فيه طرق تانية ان انا اعمل بيها الدلة دي? اسهل من كده. طبعا في عندنا لو دوست على يساوي تلقائيا بيعمل المعادلة ويختار المنطقة بيقترح عليك منطقة معينة فيها البيانات. كل اللي هتعملو تدوس على انتر تلقائيا هيجمع البيانات. طيب لو انا محتاجة اجمع بيانات من اكتر من مكان وي بطرق مختلفة. كل اللي هعملو ان انا هكتب يساوي اختار الخلية الاولى زائد الخلية الثانية زائد الثالثة زائد الرابعة وهكزا هو بيجمع تلقائيا اي بيانات هتتغير داخل الخلية اوتوماتيك او بطريقة ديناميكية الاجمالي هيتغير. طيب لو انا محتاجة اجمع مناطق في اماكن مختلفة. هدوس يساوي الدل الصم. واختار المنطقة الاولى. واقفل الكوس. واكتب زائد صم مرة تانية. واختار المنطقة التانية. واقفل الكوس. زائد صم المنطقة الثالثة. واقفل الكوس ودوس على انتر. هنلاحظ ان البيانات بتتجمع من اكتر من جدول بطريقة سهلة وبسيطة. ولو البيانات متغيرة زي ما قلنا هنلاحظ ان الاجمالي بيتغير بشكل سهل وبسيط. دي الدلة الاولى صم. والدلة اللي بعد كده وهي الدلة كون. الدلة دي وظيفتها تلفة شوية عن الدلة صم. الدلة صم بتجمع ارقام في نطاق خلايا معينة. اما الدلة كونت فدي وظيفتها ان هي بتهد بيانات داخل خلايا معينة. يعني انا محتاج اعرف كم خلية هنا فيها بيانات عندي اكتر من دلة تعرف لي الطريقة دي. والدلة كونت لها اكتر من نوع. فيه الدلة كونت وكونت ايه? وكونت بلانك وكونت اف وكونت افس. كل نوع من الانواع الدوال دي لها طريقة معينة في السابق. الدلة كونت وظيفتها ان هي بتعد الارقام فقط. يعني اي خلايا فيها ارقام نقدر نعدها بالدلة كونت. اما لو احنا محتاجين نعد ارقام ونصوص داخل خلايا معينة. يبقى هنستخدم الدلة كونت ايه? اما لو انا محتاج اعد كام خلية بدون بيانات يبقى انا هستخدم الدلة كونت بلانك. ولو انا محتاج ابحث بشرط معين يبقى انا هستخدم الدلة كونت اف. ولو انا محتاج ابحث او اعد بيانات داخل خلايا باكتر من شرط يبقى انا هستخدم الدلة كونت افس. يلا بنا نعرف بطرق سهلة ازاي نستخدم الدوال دي. اول حاجة الدلة كونت. ودي بتعد بيانات او بتعد ارقام داخل منطقة معينة. يعني لو انا حددت المنطقة دي هنا فيه نصوص وهنا فيه ارقام. الدلة هنا هتعد كام خلية فيها ارقام فقط. يعني لو لاحظنا هنا فيه ست خلايا فيهم ارقام وست خلايا فيهم نصوص. فاحنا لو استخدمنا الدلة كونت النتيجة هتكون ستة. ليه? لان فيه ست خلايا فقط هما اللي فيهم ارقام. ودي اللي بتستخدم الدلة كونت في انها بتعد ارقام فقط او خلايا فيها ارقام فقط. اما لو احنا محتاجين نعد الخلايا بشكل عام سواء ارقام او نصوص يبقى في الحالة دي احنا هنستخدم الدلة كونت ايه? والدلة دي وظيفة ان هي بتعد البيانات في الخلايا بشكل عام. سواء نصوص او ارقام. هنكتب كونت ايه? وهنحدد المنطقة اللي فيها البيانات اللي احنا محتاجين نعد البيانات اللي فيها. وندوس على هنلاحظ ان هنا تلاتين. طيب لو حزفتنا اي بيانات من هنا هنلاحظ انها اتحزفت. انا حزفت خلية واحدة. طيب هحزف بيانات تانية. هنلاقيها بتتحزف. وهكزا على كل البيانات اللي موجودة هنا. دي الدلة كونت والدلة كونت ايه? هنكمل بالمعادلات البسيطة وبعد كده هندخل فيه المعادلات اللي بتحتاج شرطه علشان نقدر نطبقها. تمام? الدلة اللي بعد كده وهي الدلة والدلة دي وظيفتها ان هي بتستخرج متوسط من بيانات معينة. يعني مثلا انا عندي مجموعة ارقام. عايز اعمل متوسط للارقام دي. طبعا لو انت حددت البيانات اللي موجودة هنا. هتلاحز ان فيه شريط ظهر تحت فيه اجمالي او ملخص عامل البيانات اللي موجودة هنا. فيه النتيجة هتكون صم ان اجمالي الارقام دي خمسمائة تمانية وتمانين الف وكسور. والماكس اللي هو اكبر رقم متين واتنين الف. والمينمم اللي هو اصغر رقم اللي هو تلاتة وسبعين الف. وكونت عدد الخلايا او عدد الخلايا اللي فيها ارقام اه خمسة. ومتوسط الارقام دي مية وسبعتاشرة. ولو دست كليك يمين هنا هتلاقي فيه اختيارات تانية في النمبر اوف كاونت وفيه آآ دوال تانية على حسب البيانات اللي انت محددها هيقدر يعرض لك ارقام منها او نتائج منها. اما لو انا عايز اعمل معادلة بشكل مختلف عن طريق الدلة افرج او نطاق منطقة معينة كمعادلة تكون سبتة. هنقدر نستخدم الدلة افرج تبه يساوي اي في هنلاحز ان فيه الدلة افرج هنا وافرج ايه وكل دلة زي ما قلنا ان اللي هستخدمها. انا باستخدم حاليا الدوال البسيطة اللي هي بحتاجها في خلايا معينة بدون اي شروط. يبقى الدلة افرج بتدي حدد النطاق اللي انا محتاج استخدم متوسط ليه. والدلة افرج الميزة اللي فيها ان هي بتعمل متوسط للخلايا فقط اللي فيها بيانات. يعني لو عملت هنا الخلية لو حددت الخلايا دي باجماليها كده هياخد متوسط لارقام فقط او للخلايا فقط اللي فيها بيانات لكن مش هيعتبر الخلايا دي اللي فيها اللي بدون اي بيانات مش هيعمل حسابها في العملية الحسابية. الا لو انت ضفت فيها رقم معين زي صفر هيبتدي ايام الحسابه في المتوسط الخاص بيها. زي ما احنا شايفين بمجرد ما بنضيف صفر الرقم هنا بيتغير. لو حزفنا الصفر اللي هنا هنلاحز ان الرقم بيكبر ليه? لانه مش بيعتبر الخلايا اللي مش فيها بيانات مش بياخدها في الاعتبار او مش بيحسبها في العملية الحسابية. والدلة اللي بعد كده وهي الدلة ماكس. والدلة دي وظيفتها ان هي بيستخرج اكبر رقم موجود داخل نطاق خلايا معينة. يعني مسلا عندي مجموعة بيانات. محتاج اعرف اكبر رقم من الارقام اللي موجودة هنا عن طريق دلة. طبعا ممكن نظريا انت تعرف ان اكبر رقم هنا هو متين تمانية واربعين الف. لكن لو عندك مجموعة بيانات كبيرة جدا عمود في الف خلية فيها بيانات. هل طبعا ان انا هبحث عن اه خلية خلية عشان اعرف ايه اكبر رقم ولا عندي دلة ممكن تستخرج لي اكبر رقم معين. ولو انا عندي الارقام دي متغيرة. ايه الحاجة اللي تسبت الرقم اكبر رقم في نطاق معين. طبعا دلة هي افضل حل للحالة دي لو انا محتاج استخرج اكبر رقم في نطاق معين والبيانات تكون متغيرة. هللاحز ان اكبر رقم هنا متين واتنين لان انا عند البيانات متغيرة. منغرض ان البيانات تتغير هنا وبيستخرج اكبر رقم بشكل تلقائي. طيب لو عايز العكس اصغر رقم وهي الدلة من بتبساوي م اي ان وحدد النطاق اللي فيه اصغر رقم. وندوس على انتر سواء البيانات متغيرة او سبتة. كل الدوال اللي بتستغني النطاق معين بتتغير معاك على حسب نتائج البيانات اللي موجودة. طبعا عندنا مجموعة دوال سهلة وبسيطة تاني داخل برنامج الاكسل. والدوال دي اوعدك ان هي هتكون فرقة معاك بشكل كبير جدا في استخدامك لبرنامج الاكسل. اول حاجة عندي دل اسمها الدلة تريم. الدلة دي ووظيفتها ايه? ووظيفتها ان هي بتحزف المسافات الزايدة داخل خلية معينة. يعني مثلا لو انا عندي هنا كتبت خالد. والاسم القبض مسلا شعبان. وفي مسافات زايدة وفي مسافات في النص زايدة. وفي مسافات في الاول زايدة. وعندي الاسم التاني في المسافات اللي في الاول موجودة. والبيانات مش منصقة بالشكل ده. او انا بحمل بيانات من على الويب مثلا والبيانات مش منصقة ومش مرتبة بشكل تلقائي. ايه الحل للطريقة دي او الحل المسالي للطريقة دي? الحل هو الدلة تريم. والدلة دي وظيفتها ان هي بتحذف المسافات الزايدة اللي موجودة داخل خلية معينة. والدلة دي سهلة وبسيطة جدا كل اللي انا هعمله ان انا هحدد الدلة واختار الخلية اللي فيها النص اللي محتاج احذف المسافات الزايدة اللي فيه. الدلة دي مش بتحذف كل المسافات. هي بتحذف المسافات الزايدة الغير منطقية. يعني لو في مسافات في اول الكلام ده مش منطقي فهي بتحذفه. لو في مسافتين في نص الكلام او في نص ما بين كلمتين بتحذف المسافات الزايدة وتسيب مسافة واحدة. ولو في مسافات في اخر الكلام بتحذفه. تمام? هتدوس على هنلاحظ ان هنا المسافات ما في زيادة في الاول مسافات زيادة ومسافة واحدة في النص وما فيش مسافات في اخر النص. ولو نسخت المعادلة علشان اطبقها على الخلية التانية هنلاحز ان بنفس الطريقة حزف المسافات الزيادة هي ما كانتش موجودة. المسافتين اللي في النص خلاهم مسافة واحدة. والكلمة التالتة حزف المسافات الزيادة اللي قبلها وخلاها مسافة واحدة. ده اللي مهمة جدا وسهلة وبسيطة. هستخدمها لو انت بتعمل معالجة لأسماء او بيانات بتستخرجها من على سيستم او من على الويب. الدلة دي هتفرق معيك بشكل كبير. في عندنا مجموعة معادلات تانية سهلة وبسيطة زي الدلة والدلة 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 والوظيفتهم ان انت بتستخرج جزء من كلام سواء من اتجاه اليمين زي الدلة او من اتجاه الشمال زي يعني مسلا لو انا محتاج استخرج اول حرفين من الخلية دي من اتجاه اليسار. قتب الدلة وابتدى اختار وابتدى اختار عدد الحروف اللي انا محتاج استخرجها من النص. وادوس على استخرج لي اول حرفين من اتجاه اليسار. ولو انا محتاج اربع حروف هيستخرج اربع حروف. طيب لو انا محتاج استخرجهم من اتجاه اليمين. يبقى انا هستخدم الدلة والدلة دي بتستخرج ارقام او حروف لو انت بتستخدم هنا حروف او ارقام بيستخرجها من اتجاه اليمين. اختار او او النص. وادوس على كومة. وهكتب هنا عدد الحروف اللي انا محتاج استخرجها من اتجاه اليمين. وادوس على هاللحظ ان هو استخرج هنا رقمين من اتجاه اليمين. الناس كتيرة بتسألني بتقول لي ازاي استخرج اول اسم من البيانات اللي موجودة هنا. طبعا في الحالة دي هنستخدم دلتين مركبين. الدلة find والدلة left. الدلة find علشان تستخرج المسافة اللي بعد الاسم الاول رقم كامل. وبعد كده الدلة left بناء على البحث عن المسافة. يستخرج اول اسم من اسم مركب معين. هنقول يساوي الدلة find. هنبحث عن ايه المسافة? كومة نبحث عنها داخل الخلية دي. تمام? هنا رقم سبعة دلة left هنا. طار الخلية. وندوس على كومة. ونقول الخلية دي ناقص واحد. ونقفل الكوس. هنا استخرج اول اسم من البيانات اللي موجودة هنا. طيب ايا كان الاسم اللي موجود هنا. طب لو غيرت الاسم هنا لمحمد مسلا وزود حرف واحد. علشان نبين ان عدد الحروف اللي بتستخرج اكثر من رقم ستة. طيب ليه انا كتبت هنا ناقص واحد. ناقص واحد هنا هي المسافة اللي موجود. انا لو مش عايز اعمل هنا ناقص رقم واحد هيبقى فيه مسافة موجودة هنا. ممكن نعود عنها بالحل ده بالدلة rim. يبقى هنكتب الدلة rim هنا. وضيف الدلة كلها داخل الدلة rim. وفي الحالة دي الدلة هتحزف المسافة ازاي ده اللي موجودة بعد الاسم المعين او الاسم المحدد ده. وبالطريقة دي باستخدام دلتين انا بقدر استخرج اول اسم من مجموعة اسماء داخل خلية معينة. حرفنا دلوقتي ازاي نستخدم الدلة lift والدلة right. في الدلة ima id والدلة دي وظيفتها ان هي بتستخرج عدد حروف معينة او ارقام معينة من داخل خلية ابتداءا من جزء معين. يعني مسلا نعايز استخرج الاسم الرقم التاني من الارقام اللي موجودة هنا او الحرف التاني من اول اسم او الاسم الاول او الحرف الاول من اول اسم. ازاي استخدمه? الدلة ima id. والدلة دي سهلة جدا في استخدامها لان معطياتها سهلة وبسيطة. كل اللي انا هعمله ان انا احدد الخلية اللي انا محتاج استخرج منها رقم معين. انا محتاج استخرج الرقم التاني من اتجاه اليسار. تمام? يبقى انا احدد الخلية. اقتدي من رقم اتنين. محتاج استخرج بعد رقم اتنين كام? رقم واحد ولا رقمين? محتاج استخرج رقم واحد. ونقفر للخلية وندوس على انت. وهنا استخرج رقم اتنين لان الرقم اللي موجود هنا هو رقم اتنين. الدلة علشان متغيرة غيرت الرقم. هنا الرقم رقم واحد. طيب لو سحبت المعادلة على كل البيانات. هنا رقم الرقم التاني هو رقم واحد. هنا رقم التاني هو رقم خمسة. ورقم التاني هو رقم خمسة. ورقم التاني هو رقم تلاتة وهكذا. ولو محتاج استخرج رقمين. ادوس على رقم اتنين. وندوس على انتر. هللاحظ ان البيانات مطبقة بالدلة البسيطة اما اي دي. ودي من الدوال السهلة والبسيطة والاحترافية برنامج الاكسل. في حلقة النهاردة احنا عرفنا ايه هي الدوال السهلة والبسيطة على برنامج الاكسل وازاي هتفرق معاك في استخدامك. في الحلقة اللي جاية هنعرف ازاي نستخدم الدوال البحث والدوال الشرطية والدوال الديناميكية على برنامج الاكسل. اتبعنا واشترك في القناة عشان يوصلك للجديوات الجديدة. وقت تحملها على طول. ان شاء الله. واتزورونا في الحلقة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.